قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشوا عليها قليلا من جموع العيون وقد طهرت اعزموا على فطال النفوس على رضاع الهوى فالحمية رأس الدواء متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا ما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عرفوها الطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره ألم يعلم بأن الله يرى إن ربك لب المرصاد راود رجل امرأة في فلات ليلا فأبت فقال لها ما يرانا إلا الكواكب قالت فعلم كوكبها أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق العبواب فقال لها هل بقي باب لم يغلق قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله تعالى فلم يتعرض لها رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله إياكما سئل الجنين بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه قال المحاسب المراقبة علم القلب بقرب الرب كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره وصل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليه كان بعضهم يقول لي منذ أربعين سنة ما خطوت لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني ولا بدرت من فيي بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عن رجى بعاناني هذه الموعظة من المؤلف رحمه الله موعظة بليغة في وقاية النفوس من داعي الهوى الذي يهوي بها في دركات الشرف ويوقعها في غضب الرب جل وعلا يقول رحمه الله يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة يعني أن الأصل في القلوب أنها طاهرة نقية سالمة من أوضال الشرك والكفر والمعصية وإنما أصابها الرشاش من نجاسة الذنوب فرشوا عليها قليلا من دموع عيون وقد طهرت والمقصود لا الدموع التي قد تسكب من العين إنما المقصود حقيقة ذلك وهو الندم على ما كان من السيئات والخطايا أن يصدق الإنسان في ندمه وتحسره على ما كان من تقصير في حق الله جل وعلا ولا شك من كمال ذلك أن يحصل ما ذكر المؤلف رحمه الله من دموع العيون لكن ليس بالضرورة إنما المقصود أن يندم الإنسان ويتحسر على ما كان من تقصير في حق ربه جل وعلا بترك أمره أو ارتكاب نهيه إعزمه على فطام النفوس عن رضاع الهوى فالحمية رأس الجاء يعني كل إنسان يقي نفسه وقوع المعصية بالبعد عنها لا شك أن هذا أكمل له من أن يقع فيها ثم ويتلطخ بأوضارها ثم يطلب تطهير ذلك بالتوبة إذا حصل أن يحتمل إنسان من السيئة في أول أمر فذلك هو المطلوب ثم إذا وقع وغلبته نفسه أو هواه أو الشيطان أو ضعف فأخطأ فعليه أن يستعثب وأن يرجع إلى الله تعالى لكن في الآصل ينبغي أن يجاهد في أن يحجم وأن يحمي نفسه من واقعة أنواع السيئة اعزموا على فطام النفوس على الرضاع الهوى فالحمية رأس الجاء إذن أول ما يعينك على فطام نفسك أن تعلم أن الحمية رأس الجاء الوقاية خير من العلاج فنكتقي نفسك المعاصي وغضب الله جل وعلا بطاعته هذا خير من أن تتلطخ بأسباب المؤاخذة والذنب ثم تقول أتوب وأستغل متى طلبتكم بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه بسبب همه بالمعصية أذهب الله الشرك وجعب الإسلام تذكر هذه المنة والمنحة التي من الله تعالى بها عليك وهي أن جعلك من عباده المسلمين هذه المنحة العظيمة التي قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام تذكر هذه المنحة والمنحة التي اصطفاك الله وحباك بها ينبغي لك أن تحقق شكرها بالتزامها ولذلك يقول المؤلف رحمه الله اذكر مقالة هذه المرأة أذهب الله والشرك وما يتعلق به من المعاصي والسيئات وجعب الإسلام والإسلام يقتضي الاستسلام والقياد للطاعة هذا مذكر يقول ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا فضل وأؤمن من الله تعالى لا تتحقق إلا لمن ذكر الله جل وعا قالوا بألسنتهم وبقلوبهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هم جمعوا بين سلامة الاعتقاد القلبي والقول اللساني وسلامة الاعتقاد بالعمل استقاموا والاستقامة هي أن يلزم الإنسان الجادة أن يسدد ويقارب ما استطاع أن يكون على أمر الله وأمر رسوله طاقته وجهده وأن يجاهد في سلوك سبيله عرفوها الطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد أي عرفوا هذه النفس من هو أقرب إليها من حبل الوريد وهو الطلاع الرب جل وعلا والملائكة الذين أرصدهم الله تعالى يكتبون عليك ما يكون من العلم قبل ذلك علم الله الذي قال ألم يعلم بأن الله يرى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول استحضر هذه العيات وتذكرها فإنها تعينك على الانزجار والانكفاء عن المعاصي والسيئة ثم اذكر أن هناك من هو مرصد بك قائم على رصد عملك لا يخفى عنه شيء من عملك دقيقا كان أو جليلا قال الله تعالى إن كل نفس لم عليها حافظ كل نفس عليها من يحفظ أعمالها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فينبغي للإنسان أن يجل هؤلاء يكتبوا عليهم شيئا ويشهدون عليه بشيء يسوءه يوم القيام وقد قال الله جل وعلا في كتابه إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون نستنسق وهذا يدل على تمام العناية في رصد والكتاب استنساق كما أنك تستنسق الكتاب فتحرص أن لا يفوتك حرف ولا نقطة نقطة الحرف فكذلك هؤلاء يستنسقون علي وعليك كل ما يكون منه فاحرص أن يكون المنسق شيئا تبيض به وجهك فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وهذا الكتاب يوم القيامة لن يكون في منأن عنك بل هو في أضعف نقطة في بدنك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره وسجل عملك في عنقك أضعف ما يكون من مواطنك ولذلك أنت الآن إذا ربطت دابة تربطها من عنق لأن إذا ربطتها من عنق يقال إن قادت لك بخلاف ما لو ربطتها من قدمها أو من يدها تتعسر في سيره بخلاف العنق وهذا هو السل في كون الكتاب يكون في العنق لأنه لا ينفك منه من إنسان ذكر شواهد الاستحطار رؤية الله تعالى وشهادته وعلمه بما يكون من العب وكل هذه الشواهد لا شك أنها تحيي في قلب المؤمن تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يقع في معصية وشستاد بين من يكون واقع في المعصية وهو يرقب الله جل وعلا ويخشى مؤخذته وبين من هو فرح نهم يريد أن يستكثر من هذه المعصية ويبلغ بها أوجة لذته لا شك أن هناك فرق بين العاصين أنفسهم فكيف بين من ينزجر عن المعصية خشية الله تعالى لا شك أن هذا على درجة وأكمل منزلها عند رب العالمين والكلمات التي ذكرها كلمات مباركة نافعة والخلاصة ما ذكره المحاسب المراقبة علم القلب بقرب الرب هذه المراقبة أن تعلم أن الله تعالى قريب منك يرقب عملك ويرى ما يكون منك فاحرص أن لا يرى منك ربك إلا ما يحبك وأن لا يرى منك جل وعلا ما يكره كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره وهذا صحيح وهذه معادلة لا تنخرب كلما قويت المعرفة بالله يعني العلم به بأسمائه وصفاته ما لهم من الكمالات ما لهم من الجلال والعظم سبحانه وبحمد إذا كمل علمك بالله جل وعلا فإنه يقوى حياؤك أن يراك فيما لا يحب أو يراك تأخرت فيما ندبك إليه قوي الحياء من قربه ونظره ثم ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشرته لا يفارقه وهذا الحديث مروي من طريق أب الخير مرتد عن سعيد بن يزيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل لما طلبه الوصية قال أوصني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك هذا الحديث في إسناده شيء من الضعف فإن راوية مختلف في صحبته قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف على قدر قدرته عليك ولا شك أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى وأنه جل وعلا على كل شيء قدير وهذا يحمل عبد على تمام المراقبة والخشية نسأل الله أن يملأ قلوبنا بتعظيمه وإجلاله ومراقبته وخشيته وأن يعيننا وياكم على الصالحات وأن يعصمنا وياكم السياة هذا الفصل الذي انتهى منه المؤلف رحمه الله كله في بياد فضيلة هذه الكلمة وجليل ما تثمره من العمل الصالح في فضائل لا إله إلا الله وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا سقصاؤها فلنذكر بعض ما ورد فيها في كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه من الصحابة في كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وما عدد الله على عباده من النعم في صورة آية النعم التي تسمى النح ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن أعرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد فمن قالها عصم ماله ودمه ومن أباها فماله ودمه هذر وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل وبها كلم الله موسى كفاحا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر فضائل هذه الكلمة بعد أن فرغ من تقرير معنى هذه الكلمة وأنها كلمة حقيقتها تكميل المحبة لله جل وعلا وتكميل الذل له سبحانه وبحمده كما تقدم في قسم الأول من الكتاب والمؤلف رحمه الله بنى هذا الكتاب على قسمين القسم الأول بيان ما ورد من أعظم فضائل هذه الكلمة وبماذا تتحقق هذه الفضائل أن هذه الفضائل لا تتحقق بمجرد القول الفارغ عن العمل إنما تكون بالقول الذي يصدقه القلب ويصدقه العمل وبه يكمل للإنسان فضل هذه الكلمة ثم بعد ذلك في قسم الثاني من الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله فضائل هذه الكلمة من حيث ما يترتب لقائلها لكن كما ذكرنا هذه ليست لمجرد القول الذي يكون باللسان والقلب عنه غارب إنما للقول الذي يكون مطابقا للعقد فيكون قول اللسان موافقا لعقد القلب به تتم هذه الفضائل وللإنسان من الفضائل بقدر ما يحقق الناس يتفاوتون في إدراك هذه الفضائل ليسوا على درجة واحدة ولا على منزلة واحدة إنما هم متفاوتون تفاوتا كبيرا وهذا التفاوت مبني على تحقيقهم وصدقهم في هذه الكلمة يقول رحمه الله وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها إذن المؤلف الآن اعتذر في أول ذكر الفوائد عن الاستقصاء الاستقصاء المقصود به طلب الأقصاء استقصيت الشيء يعني طلبت أقصاه ومنتهاه فمقصود المؤلف أنه لا يمكن أن نحيط بجميع فضائلها ولا يمكن أن نأتي بالقاصي والداني من فضائلها إنما نشير إلى جمل وصول الفضائل التي تترتب لهذه الكلمة والتي دلت النصوص عليها فلنذكر بعض ما ورد فيها أفهم من هذا أن المؤلف رحمه الله يذكر من فضائل ما جاء به نص سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة ولكن قوله ما ورد فيها يوحي بأن المؤلف رحمه الله لم يشترق في ذكر فضائل هذه الكلمة الصحة لأن الوارد معلوم إذا كان من الكتاب فكله صحيح أو ضعيف ما يتطرق إليه ضعف صحيح لأنه قطع الثبوت وأما إذا كان من السنة فينقسم إلى صحيح وضعيف والمؤلف لم يشترق الصحة ولذلك سيذكر شيئا من الفضائل التي وردت في هذه الكلمة وإن كانت أحاديثها ضعيف وهذا بناء على القاعدة التي ذكر النوء رحمه الله اتفاق عليها وهي جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمال وهذه القاعدة حكى النوء رحمه الله وغيره الإجماع عليها وهي صحة الاستشهاد بالحديث الضعيف في فضائل العمال على أن هذا الإجماع فيه نظر كما تقدمت تنبيه إليه في أول شرح الأربعين النووية فإن من العلماء من لا يجيز الاحتجاج بالحديث الضعيف حتى في فضائل العمال ولكن الذي عليه الجماهير أنه يحتج بالحديث الضعيف في فضائل العمال ويشترط لهذا أن لا يكون الضعف شديدا وأن يكون ما ورد فيه الفضل دلت عموم الأدلة على فضله ومنزلته وأن لا يعتقد العامل ثبوت هذا الأجر وهذا الفضل عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأن الحديث ضعيف وإذا كان ضعيفا فإنه لا يفبت به الفضل هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها أهل العلم رحمه الله في العمل بالحديث الضعيف على كل المقصود أنه لا نستغرب ذكر بعض الضعيف هل هل جاء هل جاء هذا في القرآن هل جاء هذا في القرآن وصف هذه الكلمة في التقوى هل جاء أو لا نعم جاء أين نعم في سورة في سورة الفترة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ذكر جماعة من أهل التفسير أن كلمة التقوى التي ألزم الله تعالى النبي صلى الله وسلم وأصحابه إياها هي قول لا إله إلا الله فألزمهم إياها قولا وألزمهم إياها عملا وكانوا أحق بها وأهلها أي أحق بالتزامها والأخذ بها وهم أهلها لأنهم الذين قالوها وعظموها والتزموا شرائعها فقوله رحم الله كما قال عمر رضي الله عنه وغير من الصحابة هذا إضافة إلى ما ذكره أهل العلم في تفسير هذا في تفسير قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وهي كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص وهذا مأخوذ من معنى هذه الكلمة من معنى هذه الكلمة فإن هذه الكلمة بناؤها على الإخلاص لأنها جاءت بالنفي والإثبات بنفي الإلهية عما سوى الله جل وعلا وإثباتها له وحده لا شريك له وذلك لا إله إلا الله بناء هذه الكلمة على نفي وإثبات النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله ولذلك كانت كلمة الإخلاص لأن الكلمة التي بها يحصل للعبد الإخلاص والله تعالى في هذا الأصل العظيم الذي به سعادة الدنيا ونجاة الآخرة وهو الألوهية إفراد الله تعالى بالألوهية وأنه لا إله إلا هو سبحانه بحمده في القرآن فيه وصف هذه الكلمة بالإخلاص لم يأتي في القرآن وصف هذه الكلمة بالإخلاص لكن هذا مستفاد من معنىها المعاني لا شك وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين نعم قل إلا أعبد مخلصا له ديني وأمرت أن أكون من المسلمين وما إلى ذلك من العيات التي فيها إثبات الإفراد إفراد العبادة له جل وعلا وإخلاصها وفيه إخلاصها له سبحانه وبحمده وشهادة الحق ودعوة الحق كل هذه أوصاف لهذه الكلمة قد لا يكون أتت بها نصوص خاصة في وصف هذه الكلمة بذلك لكن هي شهادة الحق من شهد بها فقد شهد بالحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد فهذه الشهادة شهادة حق لأن الله شهد بها شهد بها ملائكة وشهد بها رسله نقف على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد